المشكلة الثالثة وهي الأخيرة مثلما قلت لكم إنني لا أتحدث هنا عن كل مشاكل العمل وإنما أحدثكم عن أهمها حدثتكم عن مشكلة عدم الوضوح وحدثتكم عن مشكلة الرئاسة والزعامة المشكلة الثالثة الملل والضجر قلت لكم من أن الخدمة الحسينية ربيعها في شهر محرم وصفر أما الخدمة المهدوية فليس لها من ربيع بعينه كل الوقت لها مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي الخدمة الحسينية لا قيمة لها إن لم تكن متلاشية في فناء الخدمة المهدوية هكذا نقرأ في وداعي الزيارة الجامعة حينما نزور أئمتنا بالزيارة الجامعة هناك صيغة وداع تقرأ بعد الزيارة الشريفة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدنا الرسالة السلامة مودع لا سئم ولا قال ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سلام ولي غير راغب عنكم ولا منحرف عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا زاهد في قربكم لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم وإتيان مشاهدكم جذوة الشوق لا بد أن تبقى متأججة الحماس العقائدي لا بد أن يكون متوهجا السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدنا الرسالة كيف يكون هذا السلام؟ سلام مودع لا سئم إني أودعكم على شوق على لهفة لا أودعكم على ملل وعلى ضجر سلام مودع لا سئم ولا قال ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سلام ولي غير راغب عنكم ولا منحرف عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا زاهد في قربكم قلبي عندكم لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم وإتيان مشاهدكم إلى أن يقول دعاء الوداع ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العودة هذه التعابير كلها تشير إلى انتفاء حالة الملل والضجر هكذا يكون الشيعي ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العودة ما أبقاني ربي بنية صادقة وإيمان وتقوى وإخبات إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم كيف أتوقع أن يجعلوني من همهم وأنا لست مهتما متفاعلا متحمسا متأججا في دواخلي باتجاههم هذا الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله عليه ما لي من المنزلة عندك يا ابن رسول الله الإمام قال له انظر إلى قلبك ما لي من المنزلة عندك في قلبك ما هي منزلة في قلبك لك من المنزلة في قلبي بقدرها بإمكاننا أن نعرف منازلنا عند إمام زماننا ما هي منزلة إمام زماننا في حياتنا في قلوبنا في عقولنا في اهتماماتنا هل هي كما يقول إمامنا الصادق في تطبيقها العملي لو أدركته لخدمته أيام حياتي هل هي هكذا في تطبيقها العملي وقطعا التطبيق العملي الذي يكون بهذا الوصف ينعكس عن حانة معرفية وعقائدية وعن مستوى من النية الصافية العميقة بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم سادتي أئمتي أوليائي كلي لكم كلي لكم فاجعلوني من همكم هذه الكلمات قال عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجب أن تكتب بالذهب نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه همه وهمه لنا عبادا وكتما نسرنا جهاد في سبيل الله نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه وهمه همه همه لنا عبادة هذا هو الذي أحدثكم عنه يا أصحاب الهم العقائدي المهدوي هذا هو الذي أحدثكم عنه نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه همه لنا عبادة هذا الذي لا يعرف مراجع النجفي وكربلاء شيئا من كي يتذوقوا نذهب إلى فاصل لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه زيارة الحسين في العيدين في عيد الفطر وعيد الأضحى جاء في وداعها هكذا نودع الحسين صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا مولاي سلام مودع لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين يا مولاي لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك ورزقني العودة إليك والمقام في حرمك والكون في مشهدك آمين رب العالمين ثم قبله قبل القبر الشريف ثم قبله وأمر عليه جميع جسدك فإنه أمان وحرز واخرج من عنده القهقرة القهقرة السلام عليك يا مولاي يا حسين السلام مودع لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملالة هذا هو الملل والضجر الذي قلت لكم مشكلة من مشاكل عملنا هذا هذه الزيارات وهذه الأدعية الشريفة تغذينا بالحماس وتؤجج جذوة الشوق في قلوبنا باتجاه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الدعاء المروي عن إمامنا الرضا الذي قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقة الماضية هذا هو جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع لسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الآفاق إيران صفحة ثلاثمية وثلاثة عش هكذا جاء في هذا الدعاء الرضوي الشريف ولا تبتلنا في أمره في أمر إمام زماننا في أمر الحجة بن الحسن ولا تبتلنا في أمره بالسأمة بالسأمة والكسل والفترة والفشل المراد من الفترة الفتور إنه عدم الحماس انطفاء شعلة الجذوة المتأججة المتأججة ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل إنما إنما أؤكد هذا المعنى لأن الشيطان سيغزوكم سيقول لكم من أنكم تعملون بلا نتيجة السياسيون حينما يعملون في تنظيماتهم يتوقعون يتوقعون نتيجة محسوسة ستكون في أيديهم أصحاب العمائم حينما يشتغلون للوصول إلى المرجعية وحينما يعملون في جو مرجعيتهم إنهم ينالون الشهرة وينالون الأموال وتسطر الأكاذيب في مقاماتهم العالية وتدبج الإفتراءات لصناعة كرامات ومعجزات لوجوداتهم القبيحة القذرة هناك شيء يحصلون عليه أما أنتم ماذا تحصلون من هنا يأتي من هنا يأتي الملل والضجر لأنكم كلما توقعتم الظهور في هذه السنة أو في غيرها فليس هناك من ظهور لأن الأمر ليس بأيديكم وكلما واصلتم العمل فإن عداء الآخرين يزداد باتجاهكم ستجدون أقرب الناس يحاول أن يؤذيكم هذا هو الواقع هذا هو الواقع لأن الشيطان سيشغل الجميع سيشغل الجميع باتجاهكم الشيطان لا يريد للمشروع المهدوي أن يتحرك في أوساطنا يريد لمشروع المرجعية الشيعية الضالة أن يتحرك في أوساطنا ومن هنا فإنه دفع الناس بتضليله باتجاه هؤلاء المراجع هذه هي الحقيقة من الآخر ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل سياسة التسقيط التي يتبعها مراجع النجف وكربلا هي لبحث اليأس في نفوسكم ما هو علاج هذا أنا أحدثكم عن تجربتي صدقوني عبر هذه السنين منذ سنة ألف وتسعمية أو واحد وثمانين وإلى هذه اللحظة كلما زادوا في تسقيط سمعتي وفي تشويه سمعتي وكلما زادوا في مخططاتهم للنيل مني وللإيقاع بي ولإيذائي بكل الوسائل كلما ازددت في عملي في مواجهة ذلك وإنني بهذا أدخل السرورة على قلب إمامي وأشد من عزيمتي وأشجع الذين معي وأجعلهم يزدادون كمد هذا هو منهج العترة الطاهرة هكذا علموني هكذا تعلمت منهم كلما ازدادوا في إيذائي كلما ازددت في عملي نشاطا وحماسا كما قلت لكم ادخل السرورة على قلب إمامي وأشد من عزيمتي وأشجع الذين معي وأبعد اليأس عنهم وأجعل أولئك يزدادون كمد فليذهبوا إلى الجحيم هذا هو سر حماسي أنتم تدركون مدى الضغط الذي يوجه إلي من القريب والبعيد ولكنكم تشاهدونني أحافظ على حماستي بل أزداد فيها ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل واجعلنا ممن تنتصر به لدينك ديننا هو إمام زماننا واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك ولا تستبدل بنا غيرنا قانون الاستبدال حدثتكم عنه في البرامج المتقدمة قانون خطير ولا تستبدل بنا غيرنا فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير وهو علينا كبير إذا استبدلنا فماذا نصنع ماذا نصنع فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كبير إنك على كل شيء قدير هذه أمثلة ونماذج من أدعيته من زياراته من كلماته من الشريفة التي تخبرنا عن خطورة الملل والضجر في الساحة العقائدية من هنا قلت لكم أهم المشاكل أولاً عدم الوضوح وثانياً طلب الرئاسة والزعامة فيروس الرئاسة والزعامة وثالثاً الملل والضجار في ساحة العمل العقائدي في أهم أدعية زمان الغيبة وهو دعاء ورد إلينا من الناحية المقدسة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك ماذا نقرأ في طوايا هذا الدعاء الشريف اللهم ولا تسلبن اليقين لطول الأمد في غيبته لأن اليقين يمكن أن يسلب منها ولذا فإن الدعاء يشير إلى هذه الحقيقة اللهم ولا تسلبن اليقين لطول الأمد في غيبته نقرأ في غيبة النعماني هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 348 من الحديث الثامن وهو حديث طويل وملحقاته إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في جملة ما قاله فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقي فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقي منظومة فكرية واحدة أحاديثهم رواياتهم زياراته أدعيتهم قرآنه ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي التي دمرت هذه المنظومة المتسعة المضطردة العميقة إنها عميقة في جذورها وعميقة في انتسابها إلى محمد وآل محمد عميقة في أصولها الفكرية قرآنا وحديثا عميقة في مضامينها وعميقة تتجذر في القلوب المنيرة المبصرة هكذا نقرأ في سورة الحديد أيضا في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره حينما تقس القلوب سيسيطر عليها الملل والضجار هلن يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تلين قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إنهم اليهود وكثير منهم فاسقون هكذا نقرأ في الآية الرابعة والسبعين بعد البسملة من سورة البقرة الآية تخاطب بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قلوب هذا قلوب هذا حالها يسيطر عليها الملل والضجار والفتور والكسل شيء طبيعي هذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة حينما طال عليهم الأمد طال عليهم الوقت قست قلوبهم لماذا؟ لأن الأولويات قد اضطربت عندهم وهذه مشكلة الشيعة على طول الخط على طول التأريخ مشكلة الشيعة اضطراب قائمة الأولويات عندهم فحينما طال الأمد على اليهود قست قلوبهم لماذا؟ هل لأن الأمد كان طويلا؟ لأن قائمة الأولويات والأولويات عندهم كانت مضطربة والأمر هو هو في واقعنا الشعي إننا نقدم الأمور غير المهمة على الأمور المهمة ونقدم الأمور المهمة على الأمور الأهم وحينما نأتي إلى الأمور الأهم نقدم الأقل أهمية على الأمور التي هي أكثر أهمية هذا هذا هو اضطراب الأولويات وهذا واضح واضح في أجوائنا الحسينية إننا نجعل الخدمة في ساحة أهل البيت في أن نقوم بطبخ طعام تتحول الخدمة الحسينية إلى قدر قيمة وقدر تم تم يعني رس حينما أتحدث عن عدم الاهتمام بطبخ القيمة والرز فأنا لا أعارض الطبخ أبدا أنا نفسي أشارك في هذا الأمر أنا نفسي أدفع الأموال في المناسبات الحسينية لأجل طبخ الطعام في المواكب والهيئات وحينما يسنح لي الوقت فإنني أقوم بهذا الأمر بنفسي لكن يا أيها الشيعة يا أيها الشيعة هذه إكسسوارات للخدمة أنا أشجع وأدفع الأموال للمواكب الحسينية فكل شعائرنا نحن نريدها ونريدها أن تبقى ونشجع على استمرارها أنا مع التطبير ومع الزنجيل ومع اللطم ومع البكاء ومع الصراخ ومع طبخ القيمة والهريسة و وأنا أشارك فيها ليس ليس اليوم نحن أولاد الحسين نحن أبناء المواكب الحسينية أنا وأمثالي تخرجنا من هذه المواكب ولازلنا نواصل العمل فيها نحن أبناء هذه المواكب وأبناء هذه الهيئات حينما أنتقدوا شؤونها لست ضد هذه الشؤون إنما أقول لكم يا من تقولون نحن خدام للحسين هذه إكسسوارات الخدمة الأصل هي خدمة إمام زماننا ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي ليس هناك من ثانية للخدمة الحسينية كما تفكرون أنتم الخدمة الحسينية تتلاشى في خدمة إمام زماننا الخدمة الأصل هي هذه التي أحدثكم عنها أن تكون على طول السنة لإمام زماننا صناعة تيار فكري مجتمعي هي هذه الخدمة الحقيقية أما البكاء واللطم واللدم والصراخ والجزع وسائر وسائر شؤون مواكبنا الحسينية في كل نشاطاتها يأتي في الحاشية لابد من اتياننا بالشعائر الحسينية لكنني سأقرب لكم الفكرة هذا الخاتم أكسسوار وهذه الأزرار أكسسوارات إذا كنت عارياً فماذا أصنع بها؟ إنما تظهر فائدتها مع الثياب مع اللباس قد تكون لها من قيمة محدودة وقد تكون لها من فائدة محدودة بمعزل عن اللباس لكن قيمتها الحقيقية وفائدتها العميمة تظهر مع اللباس اللطم والبكاء حتى الزيارة أكسسوارات إلا إذا كانت زيارة لزائر عارف بحق الحسين الذي يكون عارفاً بحق الحسين فهو عارف بحق إمام زمانه الذي يكون عارفاً بإمام زمانه يكون عارفاً بالحسين والذي يكون عارفاً بالحسين يكون عارفاً بإمام زمانه صلوات الله عليهما وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين أما الزيارة من دون معرفة فهي أكسسوارات أمور لها قيمة لها منفعة لكنها محدودة جدا 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 صدقوني نحن هنا في مؤسسة القمر هنا في قناة القمر كادر القناة الشباب هنا في كل سنة ينصبون هيئتهم الخاصة بهم في داخل البناء ويعلقون السوادة منذ آخر شهر ذي الحجة وينزعونه في فجر اليوم التاسع من ربيع الأول في فرحة الزهراء مثل ما وصفه أمير المؤمنين وصف التاسع من ربيع الأول إنه يوم نزع السواد فإننا ننزع سواد المؤسسة في التاسع من ربيع الأول وكادر القناة يطبخون الطعام في العاشر من المحرم هنا في داخل بناية القناة ويوزعونه بعد ذلك على محبي العترة الطاهرة لكن هذا لا يعد بشيء وأنا في كل سنة أمازج القيمة التي يطبخونها بتراب الحسيني لكن هذا أمازجها بيدي بنفسي لكن هذا لا يعد بشيء هذه أكسسوارات في الخدمة الخدمة الحقيقية هي هذه التي أدعوكم لها حينما أنتقد الخدمة الحسينية التي تمارسونها أنا نفسي أقوم بها إحنا ما نقدر نترك الحسين الحسين متشلب بقلوبنا وإحنا متشلبين به ما نقدر نترك أريد منكم أن تقارنوا بين وثيقتين سأعرضهما بين أيديكم الوثيقة الأولى كلام أخرق ل مرجع الشيرازيين في قادم الأيام حسين الشيرازي لا أريد أن أعلق على كلامه سأترك التعليق إليكم وأتمنى أن تقارنوا بين مضمون هذه الوثيقة وبين وثيقة أخرى سأعرضها عليكم تبا تباعا هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوف بالفعل وهندين خلاص هذا خداع العقل يعطي كم زاوية يخلي له فأنت هذه الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات التطبير شعائر الحسين شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ظريح الحسين ولا من جسم الحسين صلى الله عليه شعائر المام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام لأنها الدين أنا أقول لهذا الأخرق ولهؤلاء الخرق الذين ينصبون أنفسهم سادة لشعائر الحسينية أقدس المقدسات هو صاحب الأمر والتطبير من شعائرنا ولكنها من الشعائر الشيعية التي جاءت بها الشيعة فليس التطبير بأقدس المقدسات أقدس المقدسات هو صاحب الأمر أقدس المقدسات ولايته إذا كنا نتحدث عن العقائد والأعمال هذا الأخرق يوازي بين الشعائر التي يقوم بها الشيعة وبين ضريح الحسين هؤلاء لا يعرفون الحسين ولا يعرفون ضريح الحسين هؤلاء هم الذين يتسيدون رمزيا الشعائر الحسينية والشيعة تقر لهم بذاك رجاء أعيد بث الوثيقة كي يطلع المشاهدون على هذا الضلال وأقول ضلال وبدرجة مئة بالمئة هذا ضلال وهذا تحريف للحقائق وهذا إبعاد للشيعة عن العقيدة السليمة هذا الضلال بعينه بدرجة مئة بالمئة أقدس المقدسات التطبير يقول هذا وهن الدين شوفوا وهن الدين فهذا مفهوم مو مستحدث مفهوم موجود في الفقه أكل عليه الدهر وشرب يجي يعطي لأبعاد زوايا هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن الدين خلاص هذا خداع العقل يعطي كم زاوية يخلي له فأنت هذه الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم تحول هذا المفهوم الذي أقدس المقدسات التطبير شعائر الحسين شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ظريح الحسين ولا من جسم الحسين صلى الله عليه شعائر المام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام لأنها الدين هذا منهج شيطاني يحول الشعائر الشعية التي هي وسيلة شعية إلى هدف هذا تحريف للعقول عن إمام زماننا هذا هو الذي أنكره من الخدمة الحسينية هذا هو الذي أكفر به من الخدمة الحسينية مثل ما قلت لكم الخدمة الحسينية هذه التي يتحدثون عنها هذه أكسسوارات للخدمة الحقيقية التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركته لو أدركته القائمة لخدمته أيام حياتي قارنوا بين هذا المنطق الضال وبين منطقي مؤسسة القمر لثقافة والإعلام في رسالتها الموجهة إلى سيدة الإعلام الحسيني إلى عقيلة بن هاشم يا زهراء إلى جلالتي عظمتي فخامتي سيدة الإعلام الحسيني إلى التي وصفها العدو والصديق من أنها تفرغ عن لسان أبيها أمير الوجود إلى درة الدرر العلوية وأقحوانة أقاح العفة الفاطمية إلى أمثولة الكرامة والإباء وأنموذج الصفاء والنقاء إلى سيدتنا وتاج رؤوسنا زينة ولا نقول الكبرى فهي أسمى من أن نصفها بذلك سلام سلام على أحزانك الطويل سلام سلام على أهاتك الشعيل إن لنخجل أن نسلم على دموعك القاتلة القتيل سلام عليك يا طفان الألال ومجمع بحار الهموم والغموم نحن خدام أخيك القمر هكذا نسمي أنفسنا ومؤسستنا ولا نعلم هل يرتضينا أو لا لا ندري بماذا نواسيك وكيف نواسيك فألهمينا وأفهمينا يا مصدر الإلهام والإفهام في ساحة التبليغ والإعلام سيدتنا وتاج رؤوسنا من ذا الذي يمحو ذكركم أو يميت وحيكم أو يدرك أمدكم وأنت حارسة الإعلام العلوي وأميرة البيان الحسيني وهل رأيهم مهما كان ومن كان وأين ما كانوا يا بنت حيدر إلا فنت وأيامهم إلا عدت وجمعهم إلا بدت وعيون أشياءكم المخلصين بانتظار قائمكم وإن طال الأمد سلام عليك سلام عليك في كل ثانية من ثواني هذه الليلة الموحشة وكل آن من آناتها سلام على إمامك السجاد زين العباد وعليك وعلى جميع أسار آل محمد كبارا وصغارا وهنا نقول بمشهدك يا سيدة الطفوف لأخوتنا في الخدمة الحسينية الذين وصلتنا رسائلهم يقترحون فيها أن يوقفوا برامجهم الحسينية وأن يبعثوا بالأموال التي ينفقونها في إقامة شعائرهم العاشرائية لدعم وإسناد مؤسسة القمى لأنهم لا يرون كثير فائدة فيما يقومون به في الحسينيات والمواكب ومن أن الشعائر الحسينية صارت خلية من المضمون العقائدي السليم يوظفها رجال الدين من المراجع وغيرهم للتغرير بالشيعة والضحك على عقولهم ويستغلها رجال السياسة في الأحزاب الشيعية الدينية لمصالحهم الشخصية أولا والحزبية ثانيا وهكذا فإن الجميع حولوها إلى ساحة عبث بالعقول وتضييع للوعي العقائدي الذي يريده مننا إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه نحن لا نختلف معكم في هذا التشخيص بل نقول ما هو أكثر من ذلك وأشد حيث أن أكثر من تسعين بالمئة من هذه المواكب والحسينيات تعمل بنحو معاكس ومضاد للمشروع المهدوي الأعظم لا بوعي وقصد ورغبة منهم ولكن بسبب ما يقوم به مراجع النجف وكربلا من صناعة الغباء والسفاهة والبلادة حيث يشحنون عقول الشيعة بذلك عبر خطبائه من الأغبياء السفهاء الأبالسة اللعناء لكننا في الوقت نفسه نقول ونؤكد من أن الشعائر الحسينية وما تقوم به المواكب والحسينيات على اختلاف مشاربها العقائدية واتجاهاتها السياسية في الوسط الشيعي مهما كان فيها من عيب أو خطل أو نخص أو زلل أو شاع فيها من سفاهة أو تفاهة هنا أو هناك بسبب القائمين عليها وبها وما تعرضوا له من تجهيل وتثويل وتصنيع غباء في عقولهم من قبل العجول البشرية التي ينتمون إليها ويقدسونها من مراجع النجفي وكربلاء المرجئة البتريين إلى زعماء الأحزاب والتنظيمات والميليشيات الشيعية القطبية الفاسدة يبقى هناك أمر فوق كل ذلك إنه ذكر الحسين يا حسين يا حسين يا حسين ذكر الحسين في الثقافة المهدوية الزهرائية الأصيلة غاية وليس وسيلة ومن هنا فكل الذي قيل ويقال من عيوب الشعائر الحسينية وإن كان حقيقا لن يشوها هذه الغاية المقدسة ضرر تلك العيوب والنقائص على القائمين بهذه الشعائر وهذا هو سعيهم وعملهم فماذا نصنع لهم فعيب أداء المصلين في صلاتهم لا يلحق عيبا بقدسية الصلاة وأهميتها ذكر الحسين مطلوب بنفسه فصرخة يا حسين لا بد أن تستمر ولا بد أن تعتلي القضية أعظم من أن الحسين رمز للإصلاح في مواجهة الإفساد وإن كان كذلك ومن أنه رمز للحق في مواجهة الباطل وإن كان كذلك ومن أنه رمز للعدل في مواجهة الظلم وإن كان كذلك ومن 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 اذكروني اذكركم ذكر الله هو عنوان العلاقة بين الخالق والمخلوق بعيدا عن أي دين مرسوم بالوحي أو غيره فالدين علاقة بين العبد وربه يؤاخذ به العبد ولا يؤاخذ به الله أما ذكر الله فهو روح العلاقة بين الخالق والمخلوق ضمن إطار الدين المشروع إلهيا أو خارج هذا الإطار بالنحو الذي يرتضيه الله فكذاك ذكر الحسين بما هو هو في الثقافة المهدوية الزهرائية الأصيلة حقيقة تتجاوز كل الذي ذكر من التفاصيل أو لم يذكر الغاية من خلقتنا بحسب عقيدتنا المستندة إلى قرآنهم وحديثهم صلوات الله عليهم تطبيق وتحقيق المشروع الإلهي الذي يتجل ابتداءا بالظهور المهدوي والخلاص القائمي مرورا بالرجعة العظيمة وغاية ذلك الدولة المحمدية العظمى التي هي مشروع الله الأعظم يا حسين روح وحياته ومصدر طاقة كل ذلك والمجلة الأوضح لحقيقة معنى حسين مني وأنا من حسين أيها الزهرائيون أيها الحسينيون أيها المهدويون يا أشياء الحجة ابن الحسن أيها المنتظرون حذاري 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 ونقولها كرارا ومرارا حذاري 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 أن تسيء فهم مقاصدي برامج قناة القمر الفضائية التي تدعوكم إلى احترام عقولكم والاهتمام بالوعي الزهرائي والعقيدة المهدوية السليمة فنحن لا قيمة لنا جميعا من دوني يا حسين يا حسين هي التي أنجبتنا يا حسين هي التي كونتنا وإن كنتم وجدتم فيما تقدمه مؤسسة القمر من وعي وفكر عقائدي أصيل منفعة عظيمة لكم فذلك لأنها تنطلق من عنيق فكر عنوانه في الفاتحة والخاتمة يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أمنا وأبونا فإيانا وإياكم من العقوق لابد أن تعرفوا ويعرف الجميع من دوني يا حسين فإننا لا نساوي فلسا فلسا ممسوحا والفلس الممسوح كثير علينا لكنها اللغة القاصرة والأنثلة المتوفرة يا حسين يا حسين يا حسين إليها ننتمي ومنها نبدأ وإليها نعود بها نحتمي وبها نعوذ ونلوذ كل خير عندنا منها ونجأر بها إن أحاطت من الشعور قد لا نبكي قد لا نزور قد لا نلطم الوجوه أو نلطم الصدور العوائق قد تعيقنا عوائق الزمان والمكان عوائق المشاكل والمشاغل لكن الأهم والأهم من الأهم أن نكون أن نكون في كل أوقاتنا وجميع حالاتنا أو فياء لأغلى عناوين وجودنا يا حسين وأن نحافظ وأن نحافظ على جذوة حماس خدمتنا الحسينية المهدوية متوهجة متقدة في عقولنا وقلوبنا مهما فعله الأعداء بحقدهم والأصدقاء بغبائهم محاسننا وقبائحنا التي هي منا وإلينا في أجواء الشعائر الحسينية وما يترتب عليها من الآثار الاجتماعية والسياسية والإعلامية والتربوية إيجابا وسلبا نفعا وضررا ستبقى مهما بلغت أهميتها جانبية بالقياس إلى استدامة ذكر الحسين متألقا سامقا في واقع حياتنا العقائدية والإنسانية معا إذ أن هذا له ارتباط وثيق ومباشر بالتمهيد لمشروع لمشروع إمام زماننا صلوات الله عليه وهذا هو واجبنا الأوجب وتكليفنا الذي له الأولوية الأولى في عهودنا وبيعتنا العقائدية لبقية الله الأعظم تحيات مباركة تترى على فنائه الأقدس فليس من الحكمة اليمانية بأي وجه من الوجوه أن نقصر عامدين في إقامة الشعائر الحسينية التي نعرفها بسبب خلل فينا نحن الذين نقيمها ويؤدي ذلك إلى تعطيل ذكر الحسين صلوات الله عليه ومن ذا يستطيع أن يمحو ذكره يا حسين يا حسين يا حسين كم حاولوا إغراقك يا أيها الطوفان الإلهي العجيب الجارف لقد جرفت أمواجك المتلاطمة كل باطلهم وأنقذت سفينة نجاتك كل حقنا يا حسين يا حسين يا حسين كم حاولوا أن يخدعون بنعومة عقلانيتهم أو ما يسمونه بمبادئهم العقلية لكن سر جنوننا بهواك جننهم يا من هواك أجمل الجنون يا حسين يا حسين يا حسين يا ذكرا سبحانيا يتجاوز الأذكار طرا ويطير محلقا يهزأ بكل عمق شاسع تدعيه كل الفلسفات ويا مسرعا إلهيا عملاقا ليس ألكترونيا ويا مسرعا إلهيا عملاقا ومعجلا محمديا علويا كل المسافات الضوئية وما بعدها تساوي عنده صفرا تراب ينسب إليه تراب كربلاء السجود عليه يخرق الحجب السبع ما قبل العرش وما عند العرش وما بعد العرش يا رقما ثابتا تستحيل عنده الزيادة والنقصان وتتجاوز حدوده ما بعد اللانهايات لا تستطيع كل قوانين الرياضيات أن تحركه لا أن تغيره ولو على سبيل الافتراض يا حسين يا حسين يا حسين نعيش معها ونموت معها تلك أغلى أمانينا زبدة كل ما تقدم نقولها لإخوتنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا جميعا نحن وإياكم جزء من هذا الوجود الاجتماعي الحسيني الواسع بأخطائه وسلبياته علينا أن نحافظ على وهج ذكر الحسيني في كل زمان ومكان بقدر ما نستطيع وأن نسعى بقدر ما نستطيع أيضا أن نبث الوعي في الوسط الحسيني أن يخلص أنفسهم من قذارات العجول البشرية الجاثمة على صدورهن من مراجع الدين الخبثاء الشياطين وزعماء السياسة الشيعة القطبيين إنهم العباسيون الجدد المرجئيون البتريون بتر الله أيامهم وأنقذ الحسينيين المخلصين من شرهم وقرفهم علينا أن نذكر أنفسنا دائما بما قاله الصادق صلوات الله عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي وما دعا به في سجوده وهو باكن اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا يا حسين يا حسين يا حسين وختاما يا عقيلة العقائل وعزيزة فاطمة هذه مؤسسة القمر لثقافة والإعلام ترفع أذانها العاشرائية صدا ضعيفا لصوتك الهادر الملعلع عبر القرون حي على ذكر الحسين حي على ذكر الحسين ليلة الحادي عشر من المحرم سنة ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين للهجرة زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي لا أريد أن أعلق كثيرا لكنني أتمنى أن تقارنوا بين هذين المنهجين كي تستطيعوا أن تتلمسوا الطريق الصحيح أعود إلى ما جاء في دعاء زمان الغيبة والذي وردنا من الناحية المقدسة اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عننا ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك فقو قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه على يدي صاحب الأمر حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته واجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين ويستمر الدعاء بهذا النسق وهذا الاتساق كل العبائر تتحدث عن المشكلة التي أشرت إليها الملل والضجر الدعاء بحاجة إلى شرح وبيان وتفصيل موسع لكن المقام لا يسمح بذلك خلاصة القول أهم مشاكل عملنا هذا الذي نتحدث عنه عدم الوضوح فيروس الرئاسة والزعامة الملل والضجر علينا أن نتوجه إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن نطلب منها المدد والعون والتوفيق أن نكون صادقين مع إمام زماننا أن نكون مخلصين مع إمام زماننا نحن هكذا نخاطب الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في زيارتها الشريفة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولاية خي نخاطبها هكذا لأنها هي القيمة على الدين وهي التي تلحقنا برسول الله وأمير المؤمنين وهي أيضا القيمة على الدين في وقتنا هذا فإننا نتوجه إليها كي تلحقنا صادقين ومصدقين بإمام زماننا ديننا هذا مثل ما بينت لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك من أن الدين له قيمة وله قائم قيمته فاطمة وقائمه الحجة بن الحسن فنحن نتوجه إلى قيمتنا إلى قيمة ديننا فهي القيمة على الدين وأهله نتوجه إلى القيمة الفاطمة إلى القيمة الصديقة الكبرى نتوجه إلى القيمة الزهراء الزاهرة نتوجه إليها كي تلحقنا بقائم ديننا بقائم آل محمد صلوات على قيمة الدين وعلى قائم ديننا الحجة بن الحسن لا زال الحديث متواصلا في عنواننا صناعة تيار فكري مجتمعي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم أسألكم أسألكم